السلام عليكم. النهار ده ان شاء الله نتكلم على حساب كمية المواد الكيميائية اللازمة لعملية الاستراء او لعملية انتاج البيو ديزل. وقلنا مرة اللي فاتس ان احنا بنحتاج اه تلاتة مول من القحول اللي عندي او على سبيل المثال اللي هو الميسانول ده طيب صبعا اه حساب نظري ولكن قلنا كمان ان احنا ممكن لازم نحط اه كمية اكبر على السن احنا اه نعمل اه ان يكون اله اله باتخار في اتجاه واحد فبنقول انا عندي تلاتة مول من الميسانول لكل مول من الزيت وبنقول كمان ان احنا ممكن نحط كمان مسلا واحد في المية من الوزن بتاع اللي الزيت لحسب اللي هو العامل الحفاز وبالتالي ان احسب كل هذا الكلام لابد ان انا احسب الوزن الجزئي بتاع الزيت طيب عشان احسب الكميات اللي هي بتاعة الكيميائيات اللازمة بقول ان انا لازم احسب الوزن الجزئي بتاع الزيت بنقول ان الزيت عموما بتختلف من من تركيب الاحماض الدهنية الموجودة فيها بيعتمد على مصدر الزيت وكمان بيعتمد كمان مش مصدر الزيت يعني مثلا نباتي او حيواني طبعا مش زيت حيواني لكن اللي هو اللي بد حيواني اللي هي المواد الدهنية الحيوانية مثلا لو انا بستخدم دهون حيوانية لانتاج البيوديزل فبالتالي انا عندي كمان ان هو الكمبوزيشن بيختلف طيب بيختلف كمان حتى كمان من النبات لنباتي يعني مثلا ممكن يكون عندي صنفين مثلا صنفين دورة ممكن صنف مثلا يحتوي على احماض دهنية مختلفة عن الاخ طيب وبالتالي مفيش ان انا عندي وزن جزئي للدهون او الزيوت كلها زي بعض يعني بتختلف على حسب اللي هو الكمبوزيشن او على حسب اللي هو التركيب الاحماض الدهنية الموجودة في هذا النبات او في هذا او في هذه الدهون يعني طيب بنقول نحسبها ازاي بنقول لنا عندي بنستخدم اللي هو لو عندنا مثلا اللي هو تميق اللي هو التريجلس رايد بنقول لنا عندي تلاتة مول من المية بيتفاعلوا مع واحد مول من الزيت وبالتالي يحصل عندي نيوجلس رين ولو ثلاثة فت اصر ده اللي هو هو التفاعل الاساسي اللي احسب منو اللي هو الابرج او اللي هو المتوسط الملوكر رايد او متوسط الوزن جزئي متاع الأويل الموجود عندي طيب احسبو من ازاي بنقول لنا عندي طبعا ماس بلنس عادي جدا بنقول لنا عندي الابرج ملكر رايد للزيت اللي عندي بيساوي تلاتة من الأبرج ملوكرا ويت لكل فاته أسد موجود اللي عندي ده ثلاثة منه زائد ملوكرا ويت في الجليسرين ماينس أو اللي هو ناقص الثلاثة ملوكرا ويت في المية وبالتالي اللي عندي يعني يعتبر بس توازن كتلة عادي أو توازن ملاري عادي إن أنا عندي بنقول الأبرج ملوكرا ويت في الأويل بأقدر أحسبه بهذه المعارضة طيب مثال طبعا أحسبه هيبقى سهلة جدا لكن في الأول عندي طبعا اللي هو الأبرج ملوكرا ويت طبعا زي ما أنا قلت إنه عندي البروفاين مختلف أو اللي هو المكونات بتاعت كل زيت مختلفة وبالتالي لابد إن أنا على حسب اللي هو نسبة كل قمض دهني في الزيت أقدر أحسب منه وعلى حسب طبعا كمان اللي هو الوزن الجزئي بتاعه أقدر أحسب المتوسط الوزن الجزئي بتاع الزيت أحسبه زي بنقول اللي عندي إنه عندي مقلوب الملوكرا ويت بتاع الفاتي أسيز الموجود بيساوي الصميشن اللي هو بجمع الماس بتاع كل فاتي أسيز موجود وقسمه على الملوكرا ويت بتاعه يعني عندي مثلا لينوك أسيد بحط أنا عندي مثلا خمسة في المية عشرة في المية يبقى عندي هنا بتاعه كنسبة مقاوية مثلا خمسة في المية معناك إن هي 05 مقسومة على الملوكرا ويت بتاعها وبالتاني لو عندي نوع تاني مثلا من الأحماض الدهنية بقدر أحسب أجمعهم مع بعض اللي هي الصميشن اللي بتاعتها إن أنا أحسب المجموع بتاعهم وفي الآخر إن أنا بقلب المقلوب تاني عاسس إن أحسب اللي هو الملوكرا ويت بتاع الزيت كل طيب بنقول مثلا عندي هنا مثال إنه عندي مثلا في أحد المزارعين عنده عنده فلصوية وبعت العيين للمعمل وداله اللي هو البروفايل ده وداله اللي هو المكون بتاع الزيت ده فعنده بالماتيك أسد تسعة في المية وستيريك أسد أربعة في المية وأوليك أسد كان اثنين وعشرين في المية ولينوليك أسد كان تسعة وخمسين في المية ولينوليونيك أسد كان ستة في المية وبالتالي إننا عندي ده لو انت فتكرت هنا ان ان عندي اللي هو عندي تسعة واربعة واثنين وعشرين وتتعة وخمسين وستة في المائة طيب بالتالي ان عندي كمان الملوكراويل بتاعها كل واحد لو انا اخدت المعادلة دي اقدر احساب الابريج اه الابريج ملوكراويل بتاعها هذا الزيت الاول طيب احسابه ازاي بنقول ان عندي تسعة في المائة بنفس الكلام اللي هو اللي هو المعكوس بتاعها واحد على الابريج ملوكراويل بتاع الاول موجود لان طبعا ازاي بقول عندي ان كل حنض دهني هيكون له وزن جزئة مختلفة ونسبته مختلفة وبالتالي انا عاوز اجيب الابريج كله بتاعها الزيت لان طبعا كلهم مخلوطين مع بعض في الزيت وبالتالي لازم اعمل اللي هو الابريج بتاعه طيب لو انا قلت تسعة في المائة على الملوكراويل بتاعه واربعة في المائة على الملوكراويل بتاعه الى الى الاخر هاحصل على الرقم ده وبالتالي لو انا عملت المقلوب بتاعه هيقدر احساب على او اقدر اه اتحصل على بتاع الموجود في الزيت وبالتالي ان عندي مجرد ان هما كلهم مع بعض كمخلوط اقدر احساب بتاع الملوكراويل بتاعه طيب ازاي احساب بقى او الزيت كله طبعا ده ده مجرد ان انا حسابتك ان الاول كله بيحتوي على حمض دهني والابريج بمتوسط مولوكراويل او بمتوسط وزن جزئي اللي هو 278.6 مول جرام لكل مول كيلو جرام لكل كيلو مول طيب وبالتالي انا عندي الابريجي موجودة عندي اللي انا حسبته ده يبقى ان عندي هنا دلوقتي لو استخدمت معادلة تانية بقى الملوكراويل ابرجي بتاع الاول كله هيساوي تلاتة في الملوكراويل ابرجي بتاع الحمض الدهني زائد الملوكراويل بتاع الجليسيرين ماينس او ناقص تلاتة ملوكراويل من المياه طبعا ده زي ما احنا انها من اللي هو حساب الهيدروليسيز بتاع بتاع الزيت في وجود المياه وبالتالي ان عندي بالتعود بالقيم المختلفة عندي تلاتة في الملوكراويل ابرجي ملوكراويل او اللي هو متوسط الوزن الجزئي بتاع الفاتيه اسيد الموجود او اللي هو الحمض الدهني الموجودة في الزيت اه ناقص زائد اللي هو الملوكراويل بتاع الجليسيرين ناقص تلاتة الملوكراويل او الوزن الجزئي بتاع المياه اقدر احسب في الاخر ان عندي الملوكراويل بتاع بتاع الاول هيطلع عندي تمنمائة تاتة وسبعين وسبعة من عشرة اه جرام لكل مول طب بقول ان عندي ده الريفرنس ده اللي انا مستخدمه لهذا المثال وممكن تقدر ترجع له تاني في اه تتقرأ في التفاصيل طيب بنقول ان عندي لو انا حسبت الملوكراويل معنى كده اي ان انا عندي ان اه بقول واحد مول يعني معنى كده ان عندي اه تمنمائة تاتة وسبعين جرام من الزيت زائد تلاتة مول من الميثانول في الحالة دي قادر احسب اه كمية الميثانول اللي انا عاوزها اديها وبالتالي هتبقى سهل جدا ان انا احسب الكمية الكيمويات اللازمة لاجراء عملية اللي هي انتاج البايوريس